تخيالي كده كل يوم بالليل جوزك بيقوم ويعمل حاجات غريبة وكل يوم بيعمل حاجة غريبة شكل تفتكر هتعملي ايه؟ فتحالوا نشوف بقى اللي حصل مع صاحبنا ده بس قبل ما نبدأ كالعادة عن صلى عن نبي ونبدأ باسم الله في المنا بيبدأ بواحدة اسمها جونج سوجين وجوزها واسمه هيون وهيون ده عزيزي ممثل مشهور وامراته بيكون شغالة في العلاقات العامة وهي نايمة بتقلع على صوت بس بيصحى هيون من النوم وبيقولها في حد هنا وبعدها بينام تاني وهي ما بتعرفش تنام ولما بتقوم تشوفي ايه ما بتلاقيش حد غير هوتشو الكلب بتاعها وكانت بتفتكر انه هو السبب في الاسوات فبترجع تكمل نومها والصبح بيصحيها هيون وبيقولها انه رايح شغله وبيكون مروأ عليها ومجهز لها الفطار وبتجهز هي كمان وقبل ما بتنزل بتعدل اللوحة دي واللي مكتوب عليها معنا تجاوز كل عاقبة وبتنزل على شغلها هي كمان بس بتتفاجئ وهي نزلة بجارتها الجديدة وكانت جايبالها هدية وبتعرفها انها لسه جديدة في المكان بس بتطلب منها طلب غريب وبتقولها انها مش بتعرف تنام من كتر الاسوات والسريخ اللي جاي من بيتهم والسوجين بتستغرب لانهم يا عزيزي مش بيعملوا اي اسوات بس بتشكرها على الهدية وبتقولها ما تقليش مش هنزعيجك تاني ولما بيجي هيون ياخدها من الشغل بتحكيله على اللي حصل وانها من دايقة جدا وهيون بيقولها يعني الراجل العجوز العجيب الغريب المريب ده مشي وتيجي مكانها واحدة اغرب منه وبيرجعوا البيت وبيعودوا يتفرجوا على الفيلم بتاعه ولما بتسأله على الكلمة اللي قالها وهو نايم واللي هي ان في حد في البيت قال لها ممكن يكون مكتر تركيزه في الشغل او تكون كلمة في الاسكريبت بتاعه وبيدخل بعدها ينام وهو نايم بيعد يهرش جامد والصبح اول ما بيصحى بيبقى وشه كله وجروح ودم وسوجين بتبقى مصدومة بس هو بيطمنها ان الحوار ده عادي ومش بيرضى يروح المستشفى بس لما بينزل يروح الشغل بتتفاجئ ان الارض كلها نقط دم لدرجة انه هدشو مستخاب بتاحت السرير من خوفه بعدها بتروح هي كمان شغلها بس بتفضل تعمل سرش على حوار روش هيون وبتلاقي ان الحوار ده ممكن يكون بسبب توطر او الترف النوم ولما رجعت من الشغل بتلاقي هيون قاعد في البيت وده لانه معرفش يكمل شغله بسبب منظر وشه وهي بتقوله ولا يهمك عادي جدا خالص بس هو بيكترح عليها انه يفكه من التمثيل ده ويشتغل وكيله ايقارات فالسوجين بتقوله لا طبعا انت راجل موهوب ولا هلوم وما تضحيش باللي انت وصلت له ده وبعدين انا هسيدي واسقى فيك انك هتكمل نجاحك وجمال ما تنساش الشعار بتاعنا معنا تجاوز كل عقبة وبيتعشوا وبيدخلوا يناموا بس برضو يا عزيزي بتلاحظوا هو نايم بيفرق بيديه فبتلبسه جوينتي عشان ما يعورش نفسه وبتعط تكمل شغلها بس بتتفاجئ بينه ام من النوم ومشي وراحا دلتلاجة والمعلم فتحها وعمال يأكل منها اي حاجة قدامه وكان بيأكل لحمة ناية على بيد ناية على اي حاجة في وشه وبيبقى منظره غريب وهو بيشرب وبيفضل هوتشه الكلبي ينبح عليه واول ما بصله بيقوم الكلب بيعط دلو في بقه وما بيهوهوش تاني وبعدها بيدخل على القوضة وفجأة يا عزيزي كان عاوز يرمي نفسه من الشباك فبتجري السوجين بسرعة تلحقه لحد ما يفوق وبتفضل تسرخ من خوفها وبتقوله انت لازم تروح مستشفى الصبح النهاردة جبتك من عند الشباك بكرة جبك من عند جارتنا سامح اللي مش بترتاح وتاني يوم بيقوم يركب حديد في الشقة كلها وكمان الحاجة موسوجين بتبقى موجودة والسوجين بتقول لها ما تليش علي وبتديها كرتب بتاع واحدة اسمها يونغو وبيلقبها بجدة قصر البحر ودي دي بقى وسيطة روحانية فبتضحك سوجين لانها مش بتقتنع بالكلام ده واماها بتقول لها ما تستخفيش بالحوار فبتطلع من شمتتها ورقة فيها كلام غريب وبتقول لها حطيها تحت سريري لكن هي بترفض فاماها بتتعصب عليها عشان يعني ما تستخفش بالحوارات دي وسوجين بتقول لها بطالة ضياع فلوسك على حاجات هابلة بس هي مقتنعة جدا بالحوار وبيروح هيون المستشفى وبيعمل إشعاعات والدكتور بيقول لهم ان هيون عنده اضطراب نوم وده بيبقى اختلال توازن كيميائي الله بقى ايه الكلام الكبير ده عم الحاج على عمون مناش دعوة هو الدكتور قال له كده فالمهم يا عزيزي كتاب له على الدواء ولما رجعوا البيت بدأوا ينفزوا كلام الدكتور بالزبط واخد هيون أجازة من شغله وبدأ يهتم بتعليمات الدكتور وبيدخلوا يناموا ويتاني يوم الصبح بتقوم سوجين وبتدور على هوتشو عشان تفطروا بس خبها المفاجأة دي عزيزي بتلاقي كياس أكل في الأرض وعليها شعر الهوتشو ولما فتحت التلاجة هبا بنلاقي هوتشو معمول شربة خضار فبتفضل تسرق ومن كتر الصدمة بنتفاجئ انها ولدت وكمان جابت لنا بنوتا واسمها هيونة واماها لما بتروح لها المستشفى بتعرض عليها انها تتطلق من هيون بس السوجين بترفض وبتكرر انها تقف جنب جوزها ولما بيجي هيونة اخدها البيت بيعرض عليها انه يؤجر شقة قريبة منها يقعد فيها يعني لحد ما يخف والسوجين بتقوله ما فيش منه الكلام ده وبيطلعوا بيتهم سوا بس بيركب أجراز كتير في كل باب عشان لو قام يمشي يعني وهو نايم هي تحس بيه وتقوم تنم بهه ده غير طبعا الشوال اللي بينام فيه ده عشان ما يتحركش خالص عشان كان نفسه في كلب زي بتاعها فبتطلع بيتها وبتعد تشوف سؤر كلبها وبتبقى حزينة جدا وبتعمل سرش تاني على حال الجوزة وبتتفاجئ ان فيه اشخاص كانوا زيه وبيقتلوا وبيئزوا اللي حواليهم وهنا الخوف بيفضل يمتلك منها اكتر واكتر لدرجة انها بتخاف ينسى ياخد العلاج يقوم يعملها هي وبنتها سنية بطاطس فبتديد له دهوة زيادة احتياطي وهو نايم وبردو يا عزيزي ما بتعرفش يتنام من خوفها لدرجة انها بتخب بنتها وبتنام في الحمام وقفلت عليها الباب من جوة ولما بيصحى هيون بيدخل الحمام وبتكون فكرة انه هيقوم يأزيهم وبتخاف تفتح ولما بتفتح الباب بتليعمل حمام على الارض ياوليه حرام عليك الراجل تعب وهي ما بتعرفش يتنام خالص لدرجة ان عينها بقت حمر على الاخر ولما بيروحوا للدكتور بيكون الخوف والتوتر مأثرين على شكلها ومش بتستحمل الدكتور وهو بيقول انه يكمل الالج وما يوقفوش وانه هيتحسن مع الوقت وهب يا عزيزي بتقوم منها لو الدكتور بإزازة الدهوة في وشه وبيرجعوا البيت وهيون بيحاول يطمنها وبيقولها ان نسبة شفاة ومعدلاتها عالية جدا وبالليل بينزل هيون ينم في العربية عشان يطمنها وترتاح وهي قفلت الباب عليه من بره وتاني يوم الصبح بتلاقي امها جاية وكانت جايبة معاها جدة قصر البحر وبتقول لهم راحبوا معايا بالمعالجة البوزية فبتدخل وبتطلع أجراز من شنطتها وبتعطريني بها في كل مكان بس محدش بيفتح قصد يعني مفيش حد بيظهر وبتقفل كل الستاير وبتقول ان الأشباح ممكن تلمس الإنسان وهو نايم وبتعط تقول بقى حاجات كده مناش دعوة بيها احنا عزيزي وبتقول لهم انها لازم تطردوا الروح بسرعة وانها لازم تعرف اسم الشخص اللي عمل كده عشان يعني تعرف تشوف شغل الأرواح بتاعها وبتقول لسوجين ركزي كده في كل أسامي الأشخاص اللي حبوكي قبل كده وانت اديتيهم صبونا عشان تقول ليه اسم واحدة اشتغل عليه وبتلم حاجاتها وبتمشي وبالليل بتفضل سوجين تعمل سرشي على أسامي كل اللي حبوها بس من الوضع انها ما بتوصلش لحد وبتقوم تنامجا بهيون وبتقول له هنعمل إيه لو حوار الأشباح ده طلها صح بس هو بيقول لها انت سخيفة وبيضحك يعني من الاخر ما بيسدهش الكلام ده وبيقول لها يعني انت دلوقتي عايش معك اتنين رجالة وبيعرف كمان انها عمل السرشي فعلا على أسامي الرجالة فبيفهم انها بدأت فعلا تصدق الخيالات المجنونة بتاعتها وبيفتكروا الراجل العجوز اللي كان ساكن تحتيهم وتاني يوم الصبح بتنزل سوجين عند جارتها بحجة انها جايبة أكل زيادة عندها للكلب وهنا بقى يا عزيزي بنتفاجئ ان الحج يبقى بوجارتها فبتقول لها هو دايق ولا ايه سوجين بتقول لها لا انا بس باسأل وبتلاقي صورته على الحيطة وسوجين بتقول لها هو عايش ولا ميت انا عاوز اتطمن عليه بس بتتفاجئ انه مات وكده دمغة بتروح عليه على طول ولما بتطلع بيتها بتفضل ترايب في هيون وبتفضل صهرانة طول الليل وقعدت تقول في كلام غريب وتاني يوم الصبح بيتفاجئ هيون انها حطة ورقة عليها كلام غريب تحت السرير بتاعه فبتتعصب عليه انه شالها وبتقول له ان الورقة دي يا بي هي اللي خلته ينم مرتاح بالليل ولما بيعرف هيون انها منامتش طول الليل بيقوم يشالها ومنيمها على السرير غصب عنها وفعلا بتروح في النوم من شدة التعب بس بتعلق فجأة وهي مغدودة وبتبص على بنتها ما بتلاقيهاش جنبها وكمان بتلاقي في السرير زبالة ففهمت انه رمى البنت في الزبالة فبتنزل بسرعة وهي سمع صوت سريق بنتها وبتفضل تدور في الزبالة لحد ما فجأة بتظهر ايديها بس يا عزيزي بتصحى من النوم وتلعب بتحلم ولما قامت كانت خايفة على بنتها فبتجري بسرعة على السرير وفعلا بتبقى مش في سريرها فجريت بسرعة تدور في التلاجة بس برضو ما فيش وبتلاقي حل على البوتجاز والشيطان هيقلها انها في الحلة فبتقوم رمي الحلة في الارض وبتفضل تدور عليها لحد ما بتلاقي هيون طالع ببنتها من الحمام اتار المعلم كان بيحمل بنت بعد بأكلها ولما بيشوف سجين في الحالة دي بيجري عشان يلحقها ويحط لها تلك بس هبا راحت مدياله واحدة نيمته على طول ولما بيفوق بتكون سجين ربطاء ومسكة سكينة وبتهدده بيها وبتقول له انت عاوز ايه مني وبتعذبني ديه وبيفضل هيون يقولها هاخد العلاج وهتحسن وهي ولا هي هنا وهو كان عمال يتوسل ليها المهم يا عزيزي بنعرف بعد فترة ان هيون الحمد لله خف وان سجين كانت بتتعالج في مصاحة نفسية وانها تخرج بعد ما خفت ولما بيروح هو وامها عشان ياخدوها بيتفاجئ انها مش موجودة في المستشفى فبيرجع امها وبيخلى هيونة معاها ولما رجع بيته بيتفاجئ ان سجين قعدة جوة بس الغريب بقى يا عزيزي انه بيلاقي البيت كله صور وورق كتير كان مكتوب عليه كلام غريب بس بالعربي يعني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسجين بتقعد تقول له اقعد عشان اشرح لك اللي حصل فبتقول له فتكر التاريخ اللي جارت ما تلعد فيه وقالت على صوت السريخ اللي بتسمعه وشيل من التاريخ ده عشر تيام هتلاقيه نفس تاريخ موت الراجل العجوز وهي يوم بيبقى هيتجنن عليها من تصرفاتها الله يخرب بيه تتجنن تيه وكمان اتفاجئ انها خلته نايم واخدته وعملت على جسمه زي تعويزة وان هي دي اللي بتحميه ولما جاري بيبص على ظهره وبيلاقيها فعلا وبيفضل يسرق في وشها وبيقول لها انه خف بنتيجة العلاج مش بالارواع وكمان بيدخل عشان يغير يدومه ويسيب لها البيت ويمشي فبتقوم من اولا اللوحة اللي عليها الشعار بتاعهم عشان هو كده بيتخلى عنها بيقوم داخل تاني وبيقول لها طبعا من ايها ست الناس فبتقوم تبص للساعة وانها لسه ما جاتش الساعة 12 وبتقله كلام في ودانه ونحمد ربنا بقى ان احنا ما سمعنهاش لان الواب بعدها تنح والمفاجأة بقى بيلاقي جارتهم مربوطة ومرمية في الحمام وهب بتدخل سجين مسكة شنيور في ايديها والظهر كده كانت عايزة تعمل لها خبور وبتفضل تبص لهيونه وبتقله انك لو ممشتش هقتل بنتك جارتها كانت هتتجنن معاها وبتقل تقول له انكزني يا بابا وامشاء الله يسلح حنه وحالك فبينط عليها وبيشد منها الشنيور وبيقول لها عايزة ايه بقى يا شيخة لكن هي برضو مصممة وبتسأله عن العجوز فقال لك ما بيدهاش بقى وهنا يا عزيزي كان لازم هيوني استغل قدرده في التمثيل عشان الحجة اللي كانت هتتعمل مصفة دي وقال لبنته خلي بالك من نفسك وقال لتمشيت الركل العجوز بالزب ورح نحية الحيطة وعمل ان الروح الشريرة بتطلع منه وهي يا عزيزي كانت شايفة كده برضو وبعدها بيقع على الارض وبكده تكون سوجيني تطمنت ان الروح مشيت وكانت لسه الساعة مجاتش اتناشر عشان لو كانت جات اتناشر كان هيتهيق لها ان الروح هتفضل معهم للآبت والحمد لله بقى يا عزيزي بيخلص الفيلم على كده ما تنساش بقى تعمل اللايك ما تنساش بقى تعمل اللايك وتقول لنا رأيك في كومنت واشوفكم الفيلم الجاي